تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السهر الرسمي وتمكنت الوزارة من ضبط 412 قضية مونية بمضبطات بلغت أكثر من 75 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من 54 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط ما يقرب من 22 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 610 قضايا من بينها 134 قضية خبز ناقص الوزن و47 قضية خبز غير مطابق للمواصفات كما تم ضبط 5 قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 28.5 طن أقمح محلية في مجالي ضبط مخالفات التلعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي